موسيقى تفقت لجلة فلسطين النيابية في مجلس النواب خلال اجتماعها مع وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين اليوم على قيام مجلس النواب بعقد مؤتمر دولي لبحث موضوع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفي السياق ذاته اعلن رئيس اللجنة النائب يحيى سعود انه تم خلال الاجتماع الاتفاق مع رؤساء الجامعات الخاصة على توفير 13 منحة لابناء الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية واشار سعود الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يقف على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويوجه على الدوام الجميع بالعمل على توفير كل الدعم للشعب الفلسطيني ويحرص على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بدوره ثمن وزير الاسرى الفلسطيني الدورة الاردنية الكبير تجاه دعم القضية الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في اقامة دولته المستقلة وقال تخصيص منح ومقاعد جامعية لابناء الاسرى الفلسطينيين يعد رسالة تضامن اردنية قوية لدعم نضال الشعب الفلسطيني هذا وعقد النائب سعود مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الوزير الفلسطيني قراقع في مجلس النواب اليوم اعلن فيه ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع هذا اللفت الطيبي من رؤساء الجامعات واصحاب الجامعات انا شخصيا وزملائي في مجلس النواب يعني كلمة شكرا لا توفيهم حقهم كلمة شكرا لا يعني ما بتعبر عن ما يجول بخاطرنا وخاطر النواب لانه يعني هذا ديدا الشعب الاردني انا ارى انكم عندما سهمتم وصارعتم بسرعة في تلبية هذا الاقتراح الذي قدم من اخي وزميلي وصديقي قدورة فارس رئيس نادي الاسير من اجل منح دراسية لعائلات وابناء الاسرى من دوي القرابة درجة اولى بهذه السرعة للاستجابة يعني كان هذا الشيء كبير بالنسبة لنا وله وقع مهم عند الاسرى عند شعبنا الفلسطيني